بالتالي الأهم أن أقول لحضراتكم كواليس التعاقد عشان نبقى معايشين جمهور النادي الأهلي لحظة بلحظة في إيه اللي تم وإيه اللي كان بيحصل خلال المرحلة اللي فاتت كلها مداية من رحيل سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي مرورا بمراحل تفاوضية مع عدد من المدربين وكان من ضمن أبرز المدربين هو كولر أكيد كان فيه أسماء تانية كان ممكن يكون فيه مفاوضات ما نجحتش كان ممكن يكون فيه تحرقات مثلا الأهلي كان بيدرس الأمور بيأخذ موافقاتنا بداية الأول بعكية لقرر هو كل الكواليس بتاعت المفاوضات اللي بيحصل فيها لكن بالتحديد بما أنه هو خلاص هو ده المدير الفني جديد للنادي الأهلي مارسل كولر فالحصل إيه بالظبط من خمس أيام فات وإحنا النهار ده السبت من خمس أيام من يوم الاثنين اللي فات يوم الاثنين اللي فات بالتحديد الأهلي كان أنهى كول اللي اتفاءات مع كولر وكان المسؤولين في النادي الأهلي يعرفوا مين المدير الفاني الجديد للفريق وكان الموضوع فيه سرية تمة فيه سرية تمة جدا وده اللي احنا متعودين عليه دايما من خلال مسؤولي النادي الأهلي على مدار المدربين اللي جون في الفترة الأخيرة ده تم اللاسارتي مرورا بفايلر موسماني سوارش نفسه ما فيش ولا واحد من دول حد هنا في مصر كان قيل اسم غير لما تم التأكيد على الخبر من الصحف الخارجية مثلا مع سوارش عرفنا من برتغال عمشوف ان ده نجاح بالنسبة لنادي الأهلي بالمناسبة كولر عرفنا من سويسرا الصحف السويسرية اللي اكدت على توقيع العقود وانه هو ده المدرب الجديد بالنسبة لنادي الأهلي فدي حاجة ايجابية ونازم يمكن بعض يقول لك يا عم طب احنا وده سر حربي ومسر حربي لا يا جماعة الفوضات في النادي الأهلي دائما بتاخد اطار السرية عشان يكون فيه بإذن الله توفيق ويكون فيه نجاح لانتهاء المفاوضات وارد انت تكون موفق في مدرب معين انت كنت عايزه في انك تنجح في انك تتعاقد معه وارد لا هي دي الدنيا هي دي المفاوضات اللي بتحصل سواء مع مدربين او حتى مع لعابين فاتفق الأهلي مع كولر من خمس تيام بالضبط يوم الاثنين اللي فات تم التواصل الوصول للاتفاق نهائي يعني تحدث كمان بخصوص العقود وكل حاجة بتخص تعاقد المدرب الجديد مع النادي كان مخطط ان يسافر مين يسافر المهندس خالد المرتاجي امين صندوق النادي الاهلي وايضا امير توفيق مدير ادارة التعاقدات بالنسبة ليه النادي الاهلي يمكن حالة الوفاء اللي جات لأمير توفيق ممكن تكون عطالت وفاة والده يعني ممكن تكون عطالت يوم او اتنين لكن سفروا بالضبط اول امبارح اول امبارح اللي هو كان الخميس امير توفيق والمهندس خالد مرتاجي الهدف كان من الصفر ايه إن هم يوقعوا مع الرجل ويجبوا ويجوا بس قبل ما يوقعوا العقود كان فيه جلسة الأول ومقابلة ما بينهم وما بين كولر والحديث معاه في بعض الأمور يعرفوا أفكاره بشكل أكبر الحديث لما يكون وجه الوجه بيكون أفضل بكتير تقدر تستشف أفكاره تقدر تستشف أسلوبه شخصيته في التعامل كل الأمور اللي زي دي خلصت المقابلة وقع العقوده يمكن الصور أكيد حضراتكم شوفوها من خلال السوشيال ميديا بالأمس وحجزوا الطيران ورجوا على طول على مصر ووصلوا بالضبط من ساعة قبل دلوقتي وأنا بكلمكم ساعة قبل دلوقتي كانوا وصل كل اللي كانوا في سويسرا سواء الراجل ومساعدي أو حتى المهندس خالد مرتاجي أو حتى كمان أمير توفيق ودي صورة العقود الله ينور عليكم يا جماعة توقيع كولر للعقود في حضور طبعا المهندس خالد مرتاجي والكابتن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالندي الراجل على شمال ده أعتقد ده الشركة اللي هي بتسوى الراجل أو الشركة اللي هو بيتعامل معها أو ماضي معها عقود يعني اللي هم الوكلة بتوعهم مثلا فبالتالي دي كل الإجراءات اللي حصلت وكل الكواليس بخصوص التعاقد مع ترجمة نانسي قنقر